بتتمتع بموهبة فنية استثنائية بتمكنها من التنوع في اختيار واداء الشخصيات اللي بتجسدها على الشاشة وفي الوقت اللي كانت بترفض فيه اللجوء لعمليات التجميل وقعت في شر اعمالها لما فكرت تتخلص من مشكلة جمالية في وشها وبالرغم من جوازها بعد قصة حب طويلة طلبت الانفصال بعد ست شهور بس ليه؟ تعالوا بينا نتعرف على اهم المحطات في حياة راناشميس اتولدت راناشميس في سبتمبر سنة 1984 في دمش الفن والتمثيل ما كانوش على بلها نهائي فدرست وتخرجت من المعهد الطب الا انها ملاقيتش نفسها في المجال ده واحد من اخوتها الستة كان بيدرس في المعهد العالي للموسيقى شاف فيها موهبة فنية ونصح بالتقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المصرحية والمفاجأة انها تقبلت من اول اختبار قبول ونجحت في لفت الانتباه لموهبتها وشاركت بعده في كتير من الاعمال السورية النجحة اللي حققت لها شهرة عربية واسعة زي باب الحارة الولادة من الخسرة بقع الضوء علاقات خاصة ممار النار مقابلة مع السيد ادم وكمان شاركت في اكتر من مصرحية ده غير دبلاجة المسلسلات التركية وابرزها العشق الممنوع ودموع الورود قصة حب قوية عاشتها رنة مع المهندس فادي حمدان استمرت لحوالي 8 سنين لحد ما قرروا الارتباط الرسمي واحتفلوا بزفافهم في 2011 وانجابوا ولد سموا وديع وفي الوقت اللي حفظت النجمة السورية على ابعاد حياتها الخاصة عن الاعلام لسنين طويلة اعترفت حديثا انها انفصلت عن جزها في 2017 بقضية خلع رنة اكدت انها لجأت للقضاء بعد ما رفض والد ابنها من الانفصال عنها بشكل ودي وكشفت انها طلبت الانفصال منه مرتين في 6 سنين جواز اغربه من مرة الاولى وكانت بعد 6 شهور من جوازهم فقصة الحب الطويلة اللي سبقت ارتباطهم ما كانتش كافية عشان تعرف كل تفاصيله وتكتشف كل جوانب شخصيته وبعد ما تقفل عليهم باب واحد لقيت نفسها بتتعرف على واحد جديد تماما عن اللي كانت بتحبه وفي الوقت اللي حاولت فيه تتجاوز خلافاتهم عشان ابنهم يعيش وسطهم اتعرضت لموقف صادم من وقت ما كانت بتصور مسلسل علاقات خاصة في 2015 رفقت رنة تذكر كواليس الموقف اللي جاب نهاية صبرها عليه بس اكدت انها طلبت منه الانفصال لتاني مرة بشكل ودي الا ان هو اللي اداها خيار الخلع وبعلا حصلت على الحكم في 2017 تور مشوار رنة الفني كانت بترفض عمليات التجميل كانت شايفة ان التجميل بيخلي الممثلات شبه بعضها خاصة انها كانت معجبة بملامحها وشكلها الا انها كانت بتواجه مشكلة الهالات السودة تحت عيونها نتيجة تعب فقر الدم ونصحها البعض باستشارة دكتور جلدية بعد ما جربت كريمات كتير للتخلص من المشكلة دي رنة كانت بتجهز لتصوير الموسم الثاني من المسلسل الشهير مقابلة مع السيد ادم وقررت تتخلص من مشكلة الهالات قبل ما تقف قدام الكاميرا وظهر الدكتور جلدية اكد لها ان الامر بسيط وهيروح بشكتين ابرة وثقت رنة في كلام الدكتور وخضعت للجلسة التجميلية وبعد عشر ايام قررت تقضي اجازة عائلية مع اهلها وهناك اكتشفت الكرسة كل ما تيجي تضحك تلاقي شفايفها بتتعويك تبص في البراية حاسة ان شكلها تغير ووشها مش هو ولما كلمت وقال لها ما تخفيش الامر محتاج كام يوم بس عشان ترجعي لطبيعتك الا ان رنة توطرت لان كان المفروض ترجع من اجازتها على التصوير والمشكلة ان وضعها ساء لدرجة ان حصل لها شلال نصفي ما بقتش قادرة تحرك نص والشهاب الكامل حالة رنة النفسية والصحية ما خلتهاش تعتذر عن التصوير ونزلت تشتغل بعد مصرحة المخرج ومدير التصوير بحقيقة اللي حصل لها وبعلا ساعدوها بالمكياج وباختيار زوايا تصوير معينة في اخفاء وضعها الصحي ورغم مرور حوالي سنتين على الموضوع ده الا انها الحد الان بتعاني من اصاره على وشها رغم خضوعها للعلاج من وقتها